هي وكالة سانا السورية وكالة رويترز بالإضافة إلى الـ Times of Israel وأيضا المرصد السوري لحقوق الإنسان وكانت هناك لقطات مصورة غير واضحة للحظات الأولى للاستهدافات الإسرائيلية سنلاحظ أن هناك بعض الانفجارات التي تأتي هنا كمان نلاحظ هي غير واضحة نهائيا ولكن ما هو واضح من هذه الانفجارات هي هذه الصورة على سبيل المثال التي يظهر فيها الدخان وهو يتصاعد من هذه المنطقة وهي منطقة السيدة زينب وكما نلاحظ هنا نحن أمام ضريح السيدة زينب وواضح جدا بأن هذه مأذنة بهذا الاتجاه إلى الشمال هناك مأذنتين طبعا في هذا الضريح وعلى هذا الأساس المأذنتين إلى الشمال كما نلاحظ مع نظرة مستقيمة باتجاه هذا الانفجار وواضح أن مسافة هذا الانفجار تبدو كأنها على بعد 500 متر أو أكثر من 500 متر بقليل كي نصل إلى هذه المنطقة وبالتدقيق بشكل أكبر سنلاحظ بأننا أمام عدد من اللقطات التي صورت صباحا هذا اليوم بعد الضربة الإسرائيلية التي جاءت ليلة يوم أمس وتلاحظ أن هناك دمارا كبيرا للغاية طال هذه المنطقة وحتى عصف بسبب هذه الضربة الكبيرة العصفة الذي أدى كما هو واضح بالتأثير على المباني المحيطة بالموقع والسيارات والعجلات والآليات وهذه الصورة هي التي أوضحت تماما أين ضربت وأين جاءت هذه الضربة نلاحظ بأننا أولا أمام خزانا للماء كما هو واضح ومبنى في الخلف ليس واضحا ولكنه يأتي بهذا الاتجاه نلاحظ بأننا أمام مبنى آخر هنا بمسافة مبنى آخر يشبه هذا المبنى بالتصميم وكذلك هذا مبنى كبير بهذا الشكل وعلى هذا الأساس واضح بأن هناك ساحة فارغة وسط هذه المباني التي نتحدث عنها وكذلك نحن أمام ساحة كبيرة على ما يبدو مع مبنى كبير هو الذي ضرب في هذه المنطقة وإذا ما بحثنا عن هذه العلامات مع الأخذ بعين الاعتبار الصورة التي ظهرت فيها وظهر فيها ظريح السيدة زينب ودعونا نقترب الآن من العاصمة السورية دمشق وهذه هي منطقة السيدة زينب ونقترب من ظريح السيدة زينب ونحن نقترب كما نلاحظ هنا ونلاحظ بأننا أمام مئذنتين كما هو واضح وعلى هذا الأساس نلتف إلى اليمين نأخذ صورة مقاربة للصورة التي نتحدث عنها نحاول أن نأخذ صورة أوضح من القمر الصناعي كي نتأكد من طبيعة هذه المواقع ونلاحظ هذه المئذنة التي كانت ظاهرة أمامنا والصورة طبعا واضح بأنها كانت تصور والتقطت كل هذه المنطقة وعلى هذا الأساس تقريبا المنطقة التي كانت تتصاعد منها كان يتصاعد منها الدخان دخان الانفجار تقريبا يأتي بهذه المسافة وفي حقيقة الأمر هذا الموقع هو يأتي على بعد ما يقارب السبعمائة وخمسين مترا من ظريح السيدة زينب بهذا الاتجاه وهو يأتي بهذه النقطة وهو بالضبط النقطة التي كانت ظاهرة أمامنا من الصورة الأولى والصورة الأخيرة طبعا التي قمنا بتحليلها تثبت تماما بأن هذا هو الموقع الذي كان هدفا من هذه الضربة خاصة إذا ما اقتربنا من هذه العلامات سترى تماما بأننا أمام نفس العلامات وليس هناك أي اختلاف لما تحدثنا عنه من خزان الماء من المباني التي كانت ظاهرة هنا مسافة طبعا وهذا هو تقريبا نفس المبنى بنفس التصميم كما تحدثنا وواضح جدا بأننا أمام ساحة واضحة مفتوحة هنا كملاعب ملعب لكرة السلة وغيرها وواضح جدا بأننا أمام نفس المنطقة هنا كل شيء يتطابق مع هذا وبالتالي واضح جدا بأن هذه الساحة وهذا المبنى الكبير الذي نراه أمامنا هو الذي كان هدفا لإسرائيل وهو الذي دمرته إسرائيل بالتمام والكمال ليلة يوم أمس وهذا المبنى تضح بحسب المصادر بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان والمصادر الأخرى بأنه مؤسسة جهاد البناء التابعة لحزب الله اللبناني وهذه المؤسسة من المفترض أن تقوم بأعمال إنشائية أو خدمية ولكن الشكوك وضعت من قبل هذه المصادر بأن هذه المؤسسة ممكن أن تكون متورطة في بناء مقرات للفصائل المسلحة المقربة من إيران أو حتى بناء أنفاق لحزب الله اللبناني وبالتالي هذه مسألة ليست بالعادية أبدا وإلا لما وما هو سبب استهداف إسرائيل لهذا المبنى والتالي هناك شكوك كبيرة حول المعلومات التي تحصلت عليها إسرائيل لتقوم بهذه الضربة الضربة بشكل عام طائرات الإسرائيلية كانت تحلق فوق الجولان ومرتفعات الجولان ونفذت هذا الهجوم نفذته تجاه المبنى الذي تحدثنا عنه لمؤسسة جهاد البناء وكذلك تجاه منظومة الرادارية وموقع الراداري في السويدة تحديدا في تل الصحن وهنا إسرائيل ضربت هذه المنظومة الرادارية تحديدا وذلك لسبب مهم للغاية لأن إسرائيل تريد أن تبقي الطريقة مفتوحة بالنسبة لها عندما تقوم بالتسلل من هذه المنطقة باتجاه منطقة الخمسة وخمسين كيلو نتحدث عن قاعدة التنف كي تصل إلى الحدود العراقية السورية وتستهدف أي شحنات للأسلحة قادمة من العراق إلى سوريا وكذلك مثل هذه الضربة لهذه الرادارات هي تساعد في عملية تسلل الطائرات الإسرائيلية إلى هذه المنطقة المفتوحة باتجاه تدمر والأهم باتجاه حلب كما فعلت مؤخرا في الأسابيع القليلة الماضية وضربت حلب وأدت هذه الضربة إلى مقتل أحد المستشارين في الحارسة الثورية الإيرانية بالتالي هناك غرض استراتيجي كبير عندما يقوم دائما بشكل مستمر باستهداف المنظومات الرادارية الموجودة في السويدة والمنظومات الدفاعية الخاصة بالجيش العربية السوري حاولت فعلا من التصدي لهذه الضربات إن كانت باتجاه تل الصحن أو إن كانت باتجاه دمشق ولكنها لن تنجح أبدا لأن الطائرات الإسرائيلية كانت أسرع وحققت الضربة بسرعة وشاغلت على ما يبدو المنظومات في الهجوم على السويداء ولكنها في حقيقة الأمر كانت تبحث عن ضرب هذا المبنى وهذه المؤسسة دمرت هذه المؤسسة بالتمام وكما تحدثنا الخسائر كانت هي أن هناك قتيلين قال المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن أحدهم لا يحمل الجنسية السورية وهو من الفصائل المقربة من إيران أما الشخص الثاني هو يحمل الجنسية السورية ولكنه ليس سوري وأشار المرصد السوري بأنه عراقي في الأصل كما تحدث هذا المصدر بالإضافة إلى أن هذه الضربة أدت إلى جرح أحد عشر شخصا بينهم طبعا من المدنيين لا بل كانت هناك إذن خسائر من المدنيين وكانت هناك إمرأة مسنة قتلت وهي من مدينة حلب كانت موجودة بالقرب من الموقع وقتلت جراء هذه الضربة الإسرائيلية الموقع كما تحدثنا هو تابع لحزب الله اللبناني وما هو مثير بهذه المسألة أن الضربات الإسرائيلية مستمرة ومتصاعدة في الداخل السوري في ظل أنها تعد لساعة الصفر للتقدم ضد حزب الله اللبناني وهذا فيه أكثر من إشارة واضح جدا بأن الجانب الإسرائيلي يعد للعديد من المسائل هو لا يريد لهذه الجبهة السورية أن تفتح مرة واحدة ضد إسرائيل عندما تبدأ إسرائيل بالتقدم إلى لبنان تحاول إبقاء هذه الجبهة ضعيفة للغاية كذلك أن إسرائيل واضح أنها تضرب البنى التحتية ضرب مؤسسة جهاد البناء على سبيل المثال وغيرها من المواقع الرئيسية لحزب الله والفصائل المقربة من إيران في سوريا يوضح أنها تريد ضرب البنى التحتية الخاصة بهذه الفصائل أيضا وليس فقط استهداف قيادات وغيرها في هذه المنطقة في إشارة واضحة ويبدو أن إسرائيل تفهم تماما أن حزب الله اللبناني إذا ما بدأ بالتراجع وتعرض إلى الخسائر بعد التقدم الإسرائيلي إلى الجنوب اللبناني فأن حزب الله من الممكن شيئا فشيئا أن ينتقل البنى التحتية التي يمتلكها في الداخل السوري ويقوي هذه الجبهة حتى يعود مرة أخرى لإعادة تنظيم نفسه بعد ما تخطط له إسرائيل وما هو قادم من الجانب الإسرائيلي بالتالي إسرائيل هنا تعمل على جبهتين واضح ويلا تعمل على جبهة واحدة ما هو مثير بهذه الضربة التي جاءت تجاه مؤسسة جهاد البناء التابعة لحزب الله اللبناني هي أنها جاءت بعد ساعة وأربعين دقيقة فقط من ضربة كبيرة جاءت تجاه النبطية في لبنان وهذه كانت الضربة جزء من عشر ضربات إسرائيلية جاءت على الجنوب اللبناني وضربة النبطية كانت واضحة باتجاه إحدى المباني وهي من المباني التي تأتي على مستوى طابقين لاحظ المبنى كيف أنه دمر وحتى الجنوب اللبناني في وضع صعب للغاية لا بل إن السفارات والدول بدأت فعلا تتزايد في مطالباتها لرعاياها بعدم السفر إلى لبنان أو مغادرة لبنان فورا بسبب خطورة الوضع وصدق أو لا تصدق روسيا انضمت لهذه الدول وطلبت من رعاياها مغادرة وعدم السفر إلى لبنان كذلك ألمانيا وهولندا صباح هذا اليوم وكندا بشكل رسمي أيضا دخلت على هذا الخطوة وطلبت من رعاياها مغادرة لبنان على الفور وعدم السفر إلى لبنان وبالتالي هذه الدول كلها انضمت إلى مقدونيا الشمالية والكويت التي طالبت تقريبا قبل أسبوع أو أسبوع ونصف من مواطنها عدم السفر إلى لبنان لا بل أن حتى السفارة الأمريكية في بيروت طالبت أيضا من رعاياها عدم السفر إلى لبنان بسبب خطورة الوضع الموجود باتجاه لبنان وفي نفس الوقت أوسين ديفندر وعدد من المصادر الأخرى نشروا لقطات مصورة لتحشيدات للمدرعات الإسرائيلية في شمال إسرائيل وهي تستعد لعملية التقدم إلى جنوب لبنان ونور أبو حسن أحد المصادر في الجولان نشر هذه الصورة نشر قبلها بيوم هذه اللقطات المصورة للدبابات الإسرائيلية التي تتحشد باتجاه الجليل الأعلى كما يبدو وكذلك وزارة الدفاع الإسرائيلية اليوم نشرت لقطات مصورة لقوات جولاني اللواء الثاني عشر كما تلاحظون وكذلك اللواء المظليين أو القوات اللواء الخمسة وخمسين من اللواء المظليين الاحتياطي وهو يقوم بمناورات واضحة تحاكي عملية التقدم ومهاجمة حزب الله اللبناني وبحضور من؟ بني أمين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلية الذي ظهر في هذه اللقطة والتقدت له الصورة هو وقائد القوات الشمالية الإسرائيلية مما يوضح بأننا أمام ظروف كبيرة وخطيرة قادمة وممكن أن تكون بأي لحظة باتجاه جنوب لبنان لا بل أن إسرائيل بدأت تنظر إلى أبعد من ذلك هي تنظر أيضا إلى أبعد من لبنان وإلى أبعد من سوريا هي بدأت تنظر إلى ما ممكن أن تقوم به إيران في ظل كل هذه الظروف الكبيرة إلى درجة إلى أنها أطلقت صاروخا قبل أيام قليلة من وسط إسرائيل بهذا الشكل باتجاه البحر المتوسط ولم تكن هناك كثير من التفاصيل من الجانب الإسرائيلي حول تجريب هذا الصاروخ هو اختبار لهذا الصاروخ لكن موقع ريبار الروسي نشر في 24 ساعة الماضية أوضح بأن هذا الصاروخ في حقيقة الأمر انطلق من وسط إسرائيل وحلق على مسافة 1800 كيلومتر ليسقط بهذه النقطة تحديدا في البحر المتوسط لهذا التوقيت أن تقوم إسرائيل بهذه التجربة وجد موقع ريبار الروسي بأن فيها رسالة كبيرة لمن؟ لأجانب الإيراني لاحظ المسافة الكبيرة التي قطعها هذا الصاروخ تقريبا كما حدد موقع ريبار إلى هذه المنطقة كما نتحدث 1800 كيلومتر واضح جدا أن إسرائيل تعد وترسل رسالة لإيران بأنها قادرة على أطلاق صواريخ أرض أرض باتجاه العمق الإيراني لتغطي مواقع والمفاعلات مفاعل نتانز النووي أو مفاعل فوردو هي قادرة بالقيام بمثل هذه العمليات وهي ليست بحاجة فقط إلى أطلاق الطائرات مثلا الشبح أو غيرها الـ F-35 ومساعدة الولايات الواتحية لتنفذ هذه العملية بل هي قادرة على أطلاق مثل هذه الصواريخ وكذلك بنيامي النتنياهو أيضا بحسب موقع عكسي أوس الأمريكي كان قد كشف بأن بنيامي النتنياهو قام بإعادة تشكيل مجاميع إسرائيلية تعمل باتجاه أو تعمل ضد المفاعل النووي الإيراني لأن هناك اعتقاد كبير بأن إيران تتقدم على المستوى النووي وستحاول استغلال شغال الولايات المتحدة الأمريكية بالمناظرات بين بايدن ودونالد ترامب والانتخابات الأمريكية والحرب القادمة باتجاه حزب الله اللبناني وما يقوم به الحوثي وتقفز فجأة إلى القنبلة النووية وهذا التحضير الإسرائيلي وتشكيل هذه المجامع الإسرائيلية لمراقبة المفاعل النووية الإيراني أيضا تحدثت عنه الفوكس نيوز الأمريكية التي أكدت بأن هناك نوع من التقدم والعمل الإيراني تحت مظلة إحدى الجامعات الإيرانية الموجودة في طهران وهي جامعة آزاد بطهران في كلية تكنولوجيا العلوم والبحوث هنا بهذه النقطة التي تعتبر مدنية وللبحوث هناك بعض التقدم النووي والعمل النووي السري من قبل الجانب الإيراني